السلام عليكم في الفيديو ده هبدأ أتكلم على حاجة من الحاجات المهمة ومن الأفكار اللي ساعد بتيجي في المتحان على فكرة التانك وإحنا حلينا قبل كده الحالة بتاعت لو التانك مفتوح عايزين نشوف سرعة خروج الفليود من التانك من هول هتحصل فيه التانك ده هنسميها دي والماكسيمام هايت اللي ممكن يوصله الفليود لما يخرج من التانك ده التانك ده بالنسبالي حالتين بإما التانك ده يكون مفتوح يبقى متعرض للأتموستارة pressure بإما يكون أي اللي إنه هو Closed التانك مقفول من فوق ودي حالة لسه هنعملها النهارة قبل ما نعملها عايزين نراجح حالة الأوفين تانك عملناها زي قبل كده اللي هي الحالة بتاعة Closure لو ما قالش يبقى حفنا منتكلم في إنه هو أوفين تانك أو التانك بتاعنا مفتوح لو جينا البوست للحالة اللي احنا عملناها بكرة بتاع الترشيلي إن أنا عندي أوفين تانك والتانك ده مفتوح مفتوح والفليود وصل ليرتفاع مثلا هنا أفرد أنه هنا الفليود وصل ليرتفاع ده هذه إتش فاع السائل في التانك والتانك مفتوح يبقى النقطة اللي فوق دي متعرضة للأتموستارة وبعدين جاي عايز يعمل فكرة النقورة فعمل فتحة هنا كده فالفليود بيخرج من هنا بفلوسيتي طبعا جناء على ترشيلي الفي اللي هيخرج بيها دي هتبقى بتساوي كام؟ هتبقى بتساوي على طول أقدر عملها أوت اثنين جي إتش على إن إتش ده هو ارتفاع اللهاي بتاع الفليود الفليود وصل لحد هنا فوق الفتحة كام وصل لارتفاع اسمه إتش فأقدر أوصل لرليشن دي وصلنا لها قبل كبير الفكرة لو أنا عايز أجيب بقى الماكسموم هايت أقصر فتحة هتوصل له هيوصل له الفليود بتاعي لما أطلبه الفليود ده أنا أقدر أبصله زي مسائل الميكانيكس وطبق عليه معادلات الميكانيكس بالزبط إن إنت لو تفعلت إن في عندك شوية ما يتقرجوا من هنا فهما السرعة البي إنيشيال السرعة الابتدائية بتاعتهم أو الانيشيال في الطجاح الY direction هيah إلي إحنا جيبناه ده هو ده esa V initial في التجاح الY direction هتفضل شوية ما م objetivo ده يمشوا كده واطلعوا طلعوا إيه against the Graves هيتحركوا عكس عاجلة الجязائي��이بقى يبقى الaccélration اللي هيتحركوا بيه همgiطلين لفوق هي minus G G دي هي le acceleration بتاعتي الGravity فمدام هيتحرك عكس الGravity يبقى الaccélration بتاعهو هتبقى minus G طب هو هيفضل طالع لحد فين؟ هيفضل طالع طول ما معاه velocity لحد ما يوصل لـ final velocity إلى V final هنا في اتجاه Y هتساوي ذي لما سرعيته توصل صفر يبدأ المية دي تنزل 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 لبقى أنا هكتب إنه height اللي هيوصله هنا هسميه H max H maximum height اللي هتطلع له المية هسميه H max أطبق المعادلة اللي هي بتاعة الحركة كنت أكتبت بكده واحدة من equations of motions بتقدر تقول إن V final square بتساوي V initial initial velocity square المفروض plus 2A في الـ S والـ S هي distance لو أنت عندك أي object كده هو بيتحرك بـ initial velocity اسمها V initial وصل لـ V final تقدر تحرك مسافة اسمها S وماشي بـ acceleration اسمها A الإقوشن دي في ناس كتير درستها من سنوي ولازم نبقى عرفينها عشان نستخدمها للوقتي هتلاقي إن انت بقى تعوض عن الـ E هتعوض في الـ Y direction الـ object بتاعنا ماشي في الـ Y direction فهزود هنا أقونا V final في اتجاه Y تساوي V initial في اتجاه Y طب هو ماشي بـ acceleration A في اتجاه Y ماشي بـ minus V طب الـ S distance اللي مشيها طلع كام طلع الـ H max لو احنا عوضنا بالكلام ده كله وطبعاً الـ V final اللي احنا عايزين نوصل لها لما يطلع فوق خالص هتبقى بتساوي كام هتبقى بتساوي 0 هو هيطلع لـ 0 يبقى هنلاقي نفسينا بنتطلع equation للـ H maximum أو الـ maximum height هي عبارة عن V initial في اتجاه Y power 2 على 2G الـ V initial في اتجاه Y power 2 على 2G لو عوضنا عن الـ V initial دي في حالة الـ open tank هتلاحظ إنه الـ H maximum هي نفسها الـ H ده معناه إيه؟ إنه الـ fluid بيطلع لارتفاع أكثر ارتفاع يقدر يوصله هو نفسه ارتفاع المية في الخزان أو في التانك ده من الأول بس ده الكلام ده إمتى؟ لو التانك بتاعنا open لو التانك بتاعنا مفتوح طيب إيه اللي يحصل بقى لما نكون بنتكلم على closed tank يا طرق إيه اللي هيحصل معنا لما نكون بنتكلم على closed tank نخلي بالي بقى إنه closed tank ده معناه إنه الـ fluid وصل all هنا أهو اللي هو الـ H اللي احنا مسميه H ورتفاع السائل أو الـ fluid في الخزان أو في التانك ده لكن الـ pressure بما إن التانك ده معفول يبقى top surface أو السطح اللي فوق ده بتاع الـ fluid متعرض لـ pressure بتاع الجازس دي الجازس أو الجازات دي ممكن تكون مضغوطة أو يكون حامل لها pressure غير الـ atmospheric pressure الـ pressure هنا هنسميه P ما هواش بيساوي الـ atmospheric pressure اللي الـ fluid هيفرغ يقابله من هنا طيب الـ fluid هيفرغ من هنا يقابل مين يقابل الـ atmospheric pressure اللي اسمه P0 فلو جينا نكتب نفس الـ equations اللي إحنا استخدمناها قبل كده وإحنا من الـ standard تورشيلي هي نفس القصة أنا هعمل نفس أنا هعمل نفسي زي تورشيلي بظهر أنا مش هقلم ان تورشيلي في حاجة أنا هقول الـ area بتاعة التانك ده area كبيرة أوكي أدي الـ A capital وـ fluid بينزل بـ velocity اسمها P capital وهو متوقعنا دي هتبعني blacked زي تورشيلي بالظهر وهنا الـ area بتاعت البول A small وهكتب الـ continuity equation A في B بيساوي A capital في B capital ده معناه إنو الـ B capital بتسمي A small على A capital في B small يعني الـ B capital بيسرع فبوط السائل very small وكان بي نجلكتد ده إحنا عملناه قبل كده زي تورشيلي ما عمل بالظرص زي ما بقولها إهني أنا مش أقلم ان تورشيلي فأقدر نجلكتل تايماتك انرجي ومنتهى البساطة فوق إيه اللي إحنا هنطبقه بقى هو هيطلع مختلف هيطلع المختلف لما نبدأ نطبق Bernoulli's equation أنا هيكون عندي نقطة تحت هنا هنسميها 1 ونقطة عند سطح السائل هنا هنسميها 2 at the top of this fluid وهاجي أقول at 1 عند 1 عندنا pressure اسمه Pino وعندنا الـ kinetic energy half rho V square طب فيه potential energy لا إحنا هناخد الـ height بتاعنا بيتأس من تحتهم إذا الكلام ده هيساوي ناخد عنده نقطة 2 نبدأ نجمع الحالات اللي عندنا عند 2 أي عندنا pressure اسمه P وفيه term اللي هو half rho V capital square هنكتبه احنا عارفين ان احنا هنعمله إيه؟ هنعمله neglect يعني هنكتبه بس هنهمله بعد التدعي طيب وفيه potential energy alpha fluid هنا عند height عند السطح السائل عند rdph يبقى فيه term اللي هو rho gh نبدأ بقى نجمع بالالجبرا شوية الحاجات دي هنعمل إيه؟ احنا عايدين نجيب V في طرف عايدين نجيب V small في ناحية وبقية الحاجات في الناحية التانية احنا هسيب الثرم ده الواحده كده في ناحية وانقل P note الناحية دي هلاحظ إيه اللي هيحصل معي دلوقت لما اعمل الحركة دي هنكتب half rho V square دي هسيبها في الناحية دي بالشمال ولما نقلل P note هطلع لي P minus P note ترم ده كان بيكانسل مع بعضه لانه كان بيبقى P note وP note والترم اللي بقى لنا الناحية دي رو g h هنا طبعا ممكن اعمل نفس الكلام زي ما كان ترشيل اللي بيعمل هضرب في اتنين واقسم على رو عشان اجيب السرعة اللي اسمها V فهنلاحظ ان ال velocity نجي نعملها بقى في خطة واحدة كده بسرعة لو عملنا ان احنا نضرب في اتنين يبقى كل ترم من دول هيظهر له اتنين ده الترم ده هيتضرب في اتنين والترم ده هيتضرب في اتنين وبعدين هندفايد على رو فهتلاحظ هنا هيتقسم على رو وده الرو هتتشيل منه هيتقسم منه الرو كده ايه؟ دربت في اتنين وقسمت على رو الكلام ده هيطلع لي V square طب انا عايز بيه بس اجيب ايه؟ اجيب الرو اعمل هنا الرو بتاع الكلام ده يطلع لنا equation ضريفة كده وجميلة قوي بس شكلها معاقة شوية لكن لو اتنا فاهمين الترم سيدي فيها هنلاحظ انه الحتة بتاعة رو تتنين جي اتش دي مهدي القديمة ده جزء القديم اللي كان بيقول لي ان الفليود بيخرج تحت تأثير فرق الpotential energy due to فرق الpotential energy انه كان الفليود فوق عند دهاية معين وليد يخرج من تحت هنا فكان اللي اندفاع ده بيحصل بسبب فرق الpotential energy القديم بس دلوقتي ظهر لنا term كمان فاذا بيبين ان الفليود بيخرج بسبب ايه؟ due to pressure difference اللي هو فرق الضغط pressure difference اللي هو فرق الضغط انبقى عندك كمان عامل على الفليود ده من فوق عامل عليه force او عامل عليه pressure اهوة P مختلف عن P فطبيعي انه سرعة السائل اللي يخرج من هنا تبقى اكتر من ما انا متعود تبقى اكتر من المعتاد تعالوا نشوف انا طبعا الéquation دي عايز ابروزها وبعد كده هنبدأ بقى نشوف كده American exercise علشان نشوف ايه اللي هيفرق معي لما يجي اعوض في المسائل فكرة اللي جات لهم في المكترم في سنة من السنين او فينا تقريبا باقتفالنا قال له عندنا تانك والتانك ده closed يعني التانك مقفول من فوق فلي بالك انه لو قال closed دي بقى احنا ما احناش ترشي اللي مقدرش اعمل اتنين جيتش على طول لأ لازم بقى استختم الإكترشان اللي انا وصلت له ده ده دلوقتي هنا اهو انا كتبته لكم وبيقول ان الفليود واصل لحد ارتفاع ثمانين سنتر واصل لارتفاع ثمانين سنتر يبقى الجزء اللي فوق ده وليه pressure اسمه P وقال له ان ال P هو اتنين P نوت ال P هو اتنين P نوت طب الفليود من هنا هيخرج بسرعة كام طلب منه حاكتين يا طرق ال P هيخرج بسرعة كام ده بالنسبة لي هعوض في المسألة اللي فوق ده طبعا الوتر طبعا معروفة انها ألف كيلو جرام فير ميتة الفيون وطعا لنعود كده هنلاقي ان احنا هنعمل root كبير جدا عشانه عندنا اتقام كتير جوا اتنين P minus P نوت يعني P to P نوت وP نوت طبعا اهو تبقى ده minus ده طب P نوت became P نوت 1 10 to the power part ده هو P نوت نعارفين P نوت المحفوظ وهيبدو لنا هنقسم على rule اللي هي 1000 plus 2 في G 9.8 في height خلي بالي 80 سنتي بقى لسه هقسم على 100 هتطلع الفيروس تبقى الفيليود اللي فرج ده كام هتطلع 14.6 meter per second طبعا السرعة دي سرعة كبيرة جدا الفيليود بيخرج بها ليه لانه تحت تأثير فرق يعني فيه pressure هتلاقي معظم الرقم ده جايلك من التورمد بتاع فرق مش فرق طبعا الفيليود هيوصل لماكسمم هاية كام هقول خلاص الفيليود اللي فرج ده دي هي ال V initial في اتجاه Y بتاع هاي هو خارج اصلا vertical كده طبعا هي دي ال V initial اللي في اتجاه Y هيوصل لهاية كام هتطبق الإيقوشن اللي انا قلت عليها انه V final Y power 2 هتساوي V initial Y power 2 منس اتنين جي في ال H الماكسمم التورم ده بحطه صفر لانه بيوصل للماكسمم هاية لما ال V final بتاعه في اتجاه Y تكون بتساوي صفر وال V initial عندي 14 يبقى هاخسب ال H maximum هنحسب ال H maximum هنلاقيها كام هنلاقي انه ال H maximum هي ال V initial Y power 2 اسمها على ال V G فتطلع 14.6 power 2 على 2 9.8 تطلع 11 متر يعني الفيليود ده لما هيخرج من التنك مش هيوصل لارتفاع 80 سنتي بس اللي هو ارتفاع المية في الكزان مش هيوصل لارتفاع ده بس لا ده هيعدي لفوق اكتر بكتير هيوصل لارتفاع 11 متر لما يخرج من التنك طبعا ده بفتراد انه هو ايه ان انا في عندي تريشر هنا وهو ده اللي مسبب الفرق اللي حاصل وهو ده اللي مسبب ان الفيليود هيخرج من دفع اكتر وهو ده اللي مفالية وصل لهاية اكتر من المعتادة طيب فكرة تانية هنا لو جاب لنا الفيليود او الووتر بيقول خارجة من فاير هوز فارثوم حريق خارجة المية بسرعة كام 30 متر على الثانية انهم يجبيني الفيليود في 30 متر وعمل انجل 30 ضرب ايه ده المية سارجة في الاتجاه ده what is the maximum height reached by the water لو جيت احاول اجيب هنا maximum height برضو هستخدم نفس الفكرة اللي قلت عليها بتاعت ان انا بدور دايما على ال v initial اللي افتجاه y انا عارف ان الفيليود هتبقى ليها two components واحدة في اتجاه x ودي ما بتتمنيش جيت تفضل سابتة دايما على فكرة اللي هي 30 cosine 30 دي ما بتتغيرش المية طبعا لما هدطلة هتمشي كده كده توصل لل maximum height وتبدأ تنزل وهي طالعة بقى هنا اللي انا بدور على ان v y final تكون بتساوي طب v y initial هتكون بتساوي كام نعمل 30 sine 30 يبقى height اللي هتوصله هنا معتمد على ايه؟ معتمد على انها برضو هتتتحرك عكس gravity بقى acceleration هي نجي تبقيه ونفس الكلام اقدر اخسب h maximum على طول مش محتاجة اقعدلكم بقى كتابة تاني ان h maximum هي v initial اللي اتجاه y power 2 على 2 g طب ال v initial تام اهو 30 sine 30 power 2 بقسمها على 2 9.8 هيطلع اقصى ارتفاعة يصل له الفليود هنا 15.5 متر 15.5 متر المسألة دي موجودة في ال sheet وبعدين جاب له في المتحان في سنة من السنين فكرة تزود عليه فطوة واحدة بس اللي هي انه سابه بقى هو يحسب v initial يعني جي رسم له رسم له tank وقال له tank ده الفتحة بتاعة المية بتخرج من هنا من فتحة معينة عملة angle 30 درجة تبقى v هتبقى خارجة هنا وعملة angle cam 30 درجة فطلب منه maximum H maximum H maximum المفروضة عارفها هي v initial y power 2 على 2 g الفكرة v initial y دي هجبها ازاي هنا بقى مدلوش ان السرعة بتساوي 30 متر على السنة على طول لا زي ما بقولك زود عليه فطوة واحدة بس انه المفروض بما انه كان قيل له انه open tank طيب انا المفروض هقول على طول هي V هي 2 g v h بس ال H بتاعي اللي هو ارتفاع المية فوق الفتحة اشوف كده الفتحة دي المية وصلة فوقيها ده ارتفاع كان لو المية وصلة ده ارتفاع كان يبقى ده ال H اللي انا هكده معاي يبقى انا هكد ال V دي اعمل لها resolution هدور على اللي هي V sin 30 دي هي ال V initial اللي في اتجاه Y هي دي اللي انا عايزها اكدها اعود بيها هنا يبقى ال H maximum هتلاقي ال maximum height هو V sin 30 على 2 g طبعا ده كله power فنقدر نقول ان الانجل دي ايا كان ال value بتاعتها لو انا سمتها 6 هتلاقي انه ال H maximum هو V square على 2 g في sin square 6 طبعا V square على 2 g ده هو ده height maximum اللي كانت المية بتوصله لو هي طلعة برد لو كانت المية طلعة بشكل رأسي ايه لو كانت الفتحة بتاعة الفزان معمولة كده هكده كنا بنوصل بال height H على V square على 2 g لما تبدأ بالفتحة تميل تعمل اي angle زي كده هتلاحظ انها معتمدة لما يبقى توصل ل height كام هتبقى معتمدة على term اللي هو في sin square اذا كل طبعا ما الفتحة تميل ومسلا لو فردت نستة بصفر فتحة معمولة كده معمولة هوريزونت طب ما هو sin 0 بصفر فمشتوصل ل maximum height لما تبدأ تميل كده تبدأ يوصل لأقصى قيمة ليه امتى لو ال opening او الفتحة بتاعتي vertical بالضبط بالطريقة دي طبعا انا كده لخصت شوية افكار فده اللي هكتز غير قوي في الشيط واقول لكم بالوقتي thank you السلام عليكم ورحمة الله وبركاته